بالنسبة للمبارات المعز كنا جمتون نشوفوا الإحصائيات متاع المبارات شوفنا التصويبات الساعة متاع التراجي 23 تصويبة كاملة باش تعرف انتي الهجوم متاع التراجي قداش حاول لكن منهم حداش فقط كدري نسبة امتلاك الكورة 50-50 باش نعرفوا هنا انه صحيح سيابي لعب على الترانزيسيون لكن شد في بعض الأوقات الكورة كما يلزم الكورنير مفهم حتى ركنية لنادي البنزرتي ثمانية للتراجي نشوفوا الهجمات الاخطيرة نجم قول 123 منسبة لتراجي 30 للنادي البنزرتي الانقاذ حارس نادي البنزرتي أشرف كليل حداش الانقاذ كاملين رقم كبير برشا معنا حتى يتقارن من مقابلات الأخرين الرقم يتسمى كبير كبير على الآخر وبطاقات سفراء فم لعب شوية اندفاع خاصة من نادي البنزرتي خمسة بطاقات سفراء وعشرة فرص لتراجي رياضي لتونسي ما كانتش عملهم مع كردوز بيش تفسر هذا حسين وبعد نجيك شوف هي تغييرات الشوطة ثانية لأن تقريبا 90% من الفرص ومتزديدات هذه جيت الشوطة ثانية شوطة لول ما فاماش حاجة كبيرة بدخول ساس وبدخول رودريغيس تغير وجهة تراجي وخاصة ينساس أكثر لاعب يصنع الفرع أكثر لاعب يعطيك الحلول سواء في الطلب بين الخطوط سواء بالتوزيعات سواء بالتزديدات سواء باليزاسيست بالمروغات يعني أكثر لاعب يعطيك حلول فردية وحلول جماعية وذلك عليش أنا استغربت كيفاش معناه المدرب سكندر القصري ملعبش ينساس من لول نلعب في راديس ضد الندي رادي بنزرتي اللي يلعب ببلوكبا وسيدفع ومشي عب المرتدة منطقيا عندي أكثر لاعب ممكن يصنع لي الفرق ويعطيني حلول خسرت شوت كامل بالنسبة لي رادي قيز نتفهم ممكن معندوش 90 دقيقة أما ينساس كان منطقيا يكون أساسي الاختيارات في بداية المباراة اللعب بثلاثة لاعبين وسط الملعب عندهم طابع نوعا ما دفاعي الأظهراء ما يساعدوش معناه الشي اللي كان يوليم على كردوز والاختيارات وفي التشكيل وفي الأجانب تقريبا تواصلة في المباراة هذه وما نجمش نفس الأخطاء اللي ما جابت ليش نتيج نواصل بها ونحب نوصل إلى نتيجة أفضل